هلا متابعي الى شونكم يا رب تكونون دائما بخير وصحة وعافية مستمروا ياكم بالتنزيل اليومي وشكرا لكم على الدعم اليوم راح تشي على موضوع ما لقيته موجود على اليوتيوب بحثة عالية واللي هو المساعدات المساعدات الحكومة اللي تقدمها الى المهاجرين او اللاجئين اللي جايين بالجديد الامريكا او حتى للناس اللي مولودين هنا الامريكان لان هاي المساعدات مو بس للاجئين بس انا راح تشي على المساعدات بصورة عامة حتى كلتنا نستفاد منها بالاخص اكون نسبة شبيرة من المتابعيني هما حاليا جايين انتظرون الهجرة او اللجوء ويوصلون الامريكا فرح نحكي على هذا الموضوع بالتفصيل الممل بس قبل ما نبدأ الفيديو حط لايك وحط اشتراك وحط كومنت حتى الفيديو يوصل لاكثر عدد ممكن من الناس امريكا خمسين ولاية وكل ولاية تختلف عن الولاية الثانية بالنسبة للقوانين نفس الشي بالنسبة للمساعدات بعض الولايات بيها نظام الكاش نظام الدفعات الشهرية وبعض الولايات ما بيها مثل ولاية يوتا اول ولاية اجيت عليها اول ما اجيت على امريكا سنة 2014 ما بيها تشان نظام الكاش نظام الدفعات الشهرية يخصصون مبالغ على سبيل المثال 400 او 500 دولار لكل عائلة وهي تستمر يوم لحد اربع سنوات او خمس سنوات ولاية كاليفورنيا بيها نظام الكاش وهذا النظام يستمر وياك لمدة 48 شهرة بعدها ما رح ينقطع بس على الام والاب بس الاطفال يبقى لهم هذا الكاش اللي هو حسب دخل الاسرة هنانا رح نحكي على الدخل المجموع العائلة كلية يعني مثلا الاب او الام اذا يشتغلون اكيد رح يكون الرواتب اقل بس اذا نهائيا ما يشتغلون احتمال يوصل للالف دولار انا اطيقكم ارقام تقريبية ما رح اطيقكم ارقام بالضبط لانه هواي ناس رح يختلفون اذكر قبل فترة كانت قاعد يام صديق وهذا صدر قلي جعفر ايش قدل المساعدات مالاتك الكاش قلت له تقريبا 600 دولار قلي قاني نفس الانكماتك نفس الدخل ماتك ليش أنا جايطوني اقل فهنانا ما عرف هما شلون يحسبوها طبعا اكو كيس ووركر مسؤول الملف ماتك المنظمة رح اتحدد لك اياه وهذا رح ياخذ الاوراق ماتك هذا بالنسبة للكاش لانه المساعدات تتقسم الى خمسة اقسام المساعدات الثانية وهي الفود استام او بما يعرف الاي بي تي كارد او بطاقة الاكل اللي هو هذا هذا هم يعني يطوكيا كارت واحد وكل شهر ينزلك بمبلغ على سبيل المثال خمسمية او ستمية دولار هذا مخصص بس للأكل يعني تروح للأسواق تشتري أكل ما تقدر تشتري به مثلا مشروب كحول او جقاير المساعدات رقم ثلاثة التأمين الصحي التأمين الصحي هنا بامري كمجاني بس بي شروط لازم انت تكون من ذوي الدخل الضعيف بنقول ذوي الدخل الضعيف يعني مو معناته انه انت لازم نهائيا ما تشتغل لا لازم يكون دخل ماتك قليل يعني ما تكون انه انت صاحب بيزنز وراتبك عشرة الاف دولار لا ممكن يكون راتبك ثلاثة الاف او الفين دولار وبعده عندك التأمين الصحي من هو اللي ما يستحق التأمين الصحي الاشخاص احنا هنا نصرح لهم السنجل الشخص الواحد اللي ما عنده عائلة هذا اللي ما عنده عائلة الشخص راح يعاني بالنسبة للتأمين الصحي لانه هو بوحدة ما عنده عائلة فممكن اذا هذا الشخص يشتغل بشركة وشركة شبيرة ممكن الشركة توفر له التأمين الصحي او اكو شركات هواية هنا شركات الانشورنز ممكن تشتركوهم باشتراك شهري على سبيل المثال 50 او 60 او 70 او 100 دولار بالشهر حسب الخطة اللي انت راح تسويها بالنسبة للتأمين المجاني ما يغطي عمليات التجميل ما يغطي العيون ما يغطي هواية اشياء يعني ما يغطيها يغطي دكتور العائلة اذا اتروح يغطي العمليات الجراحية بس لازم اكيد تقدم لهم تقرير انه انا محتاج العملية الفلانية حتى يوافقو لك عليها بالنسبة للأسنان الأسنان هنا حسب ولاية كاليفورنيا يغطي حشوة الجذر او تنظيف الأسنان اما اذا واحد عده جسر لا ما راح يسوه لها وبعض الولايات نهائيا ما يغطي التأمين الصحي بالنسبة للأسنان مساعدات رقم 4 او البيبي سيتر او الحضانة حضانة الاطفال اذا انت جنت مؤهل لهذا الاشياء اللي ذكرتهم قبلها فاكيد انه انت مؤهل حضانة الاطفال مربية الاطفال نانا نفس الشي الحكومة راح تخصص لك شخص منظمة ثانية اسمها YAMC هاي المربية راح تشتغل فول تايم تربي اولادك بس لها شروط مخصصة مثلا اذا الاب والام كانوا يشتغلون بدوام مختلف وهم مهمين يدخلهم اثنيناتهم يعني مو كلش قوي ومستحقين المساعدات اكيد راح يخلو لك احنا انت ما راح تعرف وش قد هي تستلم لانه تعاملها مع تعامل المنظمة فمباشرة هما يدزولها الدفعات الشهرية وانت اولادك راح يرحون يمهي بالنسبة لها انه انت راح تختار يعني الشخص المناسب هما راح يعرضون عليك مجموعة اسماء وانت راح تختار واذا تعرف يعني اكيد يعني اعيش بمدينة بيها كميونيتي بيها بيها هواي ناس يعني عرب وعراقين فنعرف منه المؤهل ومنه افضل شخص يكون اخلي اولادي يمه مساعدات رقم خمسة وهاي رقم خمسة ما موجودة بكل الولايات ما اعرف كتبونا كومنت اذا هاي المساعدات موجودة بالولاية اللي انتو بها حاليا ساكنين اللي هي البي سي جي هنان بكاليفورنيا عدنا منظمة اسمها البي سي جي البي سي جي هي جزء من منظمة الولفر اللي هي تطيق الكاش وتطيق الفودستام وتطيق التأمين الصحي هاي المنظمة شوية معزولة عن هاي المنظمة يعني مو تواصلهم مباشرة وياها فالتقديم عليها همينا يختلف هاي المنظمة رح تساعدك بايجاد عمل اذا انت ما عندك شغل ممكن يخلو الناس اشخاص موظفين انه يلقوا لك عمل سواء عمل قريب عليك او بايد عليك فاذا تشان الشغل اللي قولك ياه بايد عليك فرح يخصصولك رواتب شهرية مال بنزين اللي هي قاز ماي اللي احنا نصيح لهاي هاي هنا تعتمد حسب المكان اللي انت اشتغلت به على سبيل المثال رح يطوك 400 او 500 دولار بالشهر مو بس هاي حتى لو انه العمل ماتك يحتاج الى زي خاص او الى ملابس او يعني يحتاج لفذ اشياء خاصة فهم همين لنفس الشي رح يصرفو لك او حتى اذا سيارتك تونت بيها مشكلة وقام المحرك مالته او عطل بيها ممكن يساعدوك بتصدحها بس اكيد هاي الامور رح يطلبون من عندك اوراق وتروح تبحثها فهنانا بامريكا ما كفت شي يجي بالسهل كل الامور صعبة يحتاج لها وقت يحتاج لها انه انت لازم تروح وتحكي وياهم يوم وياه وهس يخلي نكمل الفلوغ مالنده طبعا انا حاليا بكندي بارك هذا البارك او الحديقة كلش شبيرة ودائما يعني اجي هنانا هذا المكان اقرأ تعليقاتكم مرات نجي العصر انا والاطفال اكو مصطبات هناك نقرأ الكومنت واكو العاب همينة مع الاطفال طبعا هنانا يعتنون اعتناء كلش حلو بالنسبة للحديقة يعني انا صاري تقريبا يمكن نص ساعة انتظر بس على مود يوقفون الالات مالاتهم لتقص الثيل شوفوا هناك كانوا يشتغلون كانوا يقصون هذا الثيل كلتي فهسا انا رايح للبيت البيت مات يبعد مننا تقريبا خمس دقائق حتى اشوفكم الملف واشرح لكم على الملف وشلون اتقدمون عليها بالنسبة للتقديم تقدر تقدر تقدم عن طريق الاونلاين واللي انا سويت يعني اشوفه اسهل التقديم الاونلاين او تروح للمنظمة الموجودة بالمدينة ماتيك وتاخذ من عندهم الباكيج الباكيج هو يجي معلومات يعني ملف كامل بهذان الابلاكيشينات كلية المعلومات كلية لازم تكملهن وتروح تطيهموا لهم حتى يسرون موعد وياك سواء كان بالتليفون او تروح هناك مباشرة للمنظمة ورح يطلبون منك بعد هواية معلومات مثلا اجازة السوق اذا ابنك مولود هنا نهمين رح يطلبون من عندك شهادة الميلاد بالنسبة للاشخاص اللي يجون الامريكا عن طريق معاملة لم الشمل لم الشمل اللي هو يعني مثلا واحد ادى زوج او زوجة ويسوي لهذه المعاملة فرح يكونون غير مستحقين لهذه المساعدات بلازم هما يعتمدون على نفسهم وهذا قانون اهيتشي يعني فلازم انه انتو تنتبهون على هذا الشي يعني خلوها ببالكم اذا تجيتوا الامريكا عن طريق مثلا اه دراسة على سبيل المثال او اجيتوا عن طريق لم الشمل او القرعة العشوائية هاي المساعدات يعني ما رح تنصرف لكم هاي المساعدات اللي ذكرتها تقريبا ثمانين او خمسة وثمانين بالمية منها عن اللاجئين الناس اللي يجون لجوء ليش يعني يعني اه ذكرت اللاجئين لانه امريكا يعني اكثر الناس يدخلو لها هو عن طريق اللجوء يعني هي امريكا معروفة وهي بلد اللاجئين فبالنسبة للقرعة العشوائية بالنسبة للهجرة بالنسبة لهاي الامور كلتها تحتبر نسبة قليلة بالنسبة نسبة المهاجرين يعني احنا من اقول مهاجرين يعني على سبيل المثال الحرب اللي صارتها في الفترة الاخيرة بين روسيا واوكرانيا تعرفون الشعب الاوكراني اكثرية طلع الاوروبا امريكا قالت احنا مستعدين نستقبل مليون لاجئ واستقبلوا مليون قبلها الفترة لا تذكرون همينا من انسحبة القوات الامريكية من افغانستان فاتجوي همينا الاف ومئات الالاف اللاجئين اتجوي هنا وانطوهم الاقامة الموقتة واخيرا طلعت الشمس طبعا صار يومين تمطر اللي يشوف الاستوريات مالاتي على الانستجرام هذا حساب الانستجرام يعني كلش فعال هناك على الانستجرام واجاوب على جميع اسئلتكم هذا الملف هذا كليته راح اشرح لكم عليه بس راح اشرح لكم عليه بالمختصر يعني انه ما راح اشرح لكم على هواي اشياء لانه هذا بمعلومات هواي بس راح اشرح لكم على المهمات فخلي نفتحي طبعا هنانا مكتوب عليه السان دياغو كاونتي وهذا بعدين نخلي بيه همين اوراق هنانا تعليمات مع ال EBT Card الفودستام هذا التعليمات مالته هنانا والبرامج وهذا هاي ورقة همينة تعليمية بها اكو بالعربي اكو بالانجليزي حتى لا تريد يعني هذا الملف يعني اذا واحد قده صعوبة بالانجليزي همينة يقدر ياخذه بالعربي همينة ما اكو مشكلة هنانا هاي هنانا تعليمية هنانا يقولك ش تسوي طبعا كل الاوراق اللي موجودة لازم توقيع كامل هاي همينة تعليمية هاي هيتش مجرد معلومات هنانا خندير الاوراق هنانا طبعا هنانا اكو الزب كودات العناوين مال الـ Child Care اللي هي مال البيبي ستر او الحظانة اللي اسمها YMCA هاي عناوين هم هنانا موجودة كليتها فهس نيجي على هذا الملف Complete Sign and Return يعني تكمله توقعه وترجعه فهاي الصفحة الاولى من هنا طبعا انا هذا انا اسوي طبعا باديه اكو ناس تدفع فلوس حتى يساعدهم يدفعون بخمسين دولار وكناس يدفعون اربعين دولار حتى بس يعبوا لهم اياه ويكملون هيا بدون اخطاء بس انا ما احتاج يعني صرت انت تشتغل بالمنظمة وهذا كان شغلي يعني انا ساعد اللاجئين والمهاجرين حتى يقدمون هاي اول ورقة Application Information هنانا الاسم قل لك هنانا name first middle last يعني اول مرة الاسم الاول الاسم الثاني والاسم الاخير اللي هو last name اسم الجد هنانا هاي المعلومات هنانا العنوان هنانا what program are you applying for يعني هنانا شنو البرنامج اللي انت تريد تقدم عليه مثل ما ذكرت كالفرش اللي هو برنامج EBT cash aid اللي هو نظام الكاش مثل ما قلتلكم والhealth coverage اللي هو medical do you have disability and need to help online يعني انه انت عندك معاوقة وانت معاوقة وتحتاج احد يقدم لك لا تكتب yes او no وبي معلومات طبعا كلش كلش هواية انها سهل ورقة الاولى تمام وهذا طبعا هنانا همينا اكو همينا معلومات همينا لازم اتعب بيهن يعني انا ما رد ادخل بموضوع الابلكيشن انبي معلومات كلش كلش هواية اهنانا حتى يقول لك السيارة ماتك موديلها جيد وجيد تسوي ورقم مالتها اه اذا عدك مثلا رصيد بالبانك رح يحتاجون اخر ثلاثة شهر او اربعة شهر من حساب البانك ماتك اهنانا هاي معلومات مال السيارة مال السيارة اهنانا همينا يعني مال السيارة فهي المعلومات اهنانا هاي اشياء هيتش عادية اهنانا همينا توقيعات طبعا دني كلتا لازم توقعا هل تحب ان تتسجل على التصويت اذا انت مواطن امريكي فهنانا همينا معلومات وهي كلتا معلومات اهنانا اكو بيهن توقيعات فذني الاراق لازم يعني ننتبه عليها طبعا اخر شي هذني نشوفا اهنانا همينا با اشياء يعني يقول مو صعبة اي واحد يقدر يسوي اذا عد شوية خبرة انجليزي يور نيم ادرس سيتي هاي الانوان رقم التليفون كونتاكت اونفورميشن يعني اكو امرجينسي اونفورميشن اذا تحب تخلي شخص يعني اذا انت لغماتك موزينة تخلي مثلا صديق او شخص يعني يكون المسؤول على ملفك هنا احذروا منها انه اللي يكون شخص اثقون بي فهذا الابلكيشن اذا احد يعني ساكن بولاية كاليفورنيا ويريد يعني اقدم له او اساعده بالنسبة للابلكيشن انا حاضر وهسا ننتقل على جهاز الكمبيوتر للناس اللي يحبون او يردون يقدمون اونلاين هذا الموقع مالتهم تقدرون تشوفونه mybenefits.org وهنا رح تطلع عنا هاي القائمة بعد ما سوينا sign up يعني تسجيل وياهم بالبداية ما رح يدخلك على هاي القائمة لازم تسوي تسجيل تخلي اسمك first name اسمك الاول والاخير وتخلي معلوماتك والايميل ورقم تليفونك وبعدين وراها رح تزولك confirmation code وتخلي هذا الكود حتى الاكاونت ماتك يصير active بعدين رح تطلع لك هاي القائمة الرئيسية هاي اول قائمة رح تطلع لك هنا انا مكتوب i would like to يعني انا اريد اسوي see if i am eligible يعني اشوف اذا انا استحق المساعدات view or continue in application يعني نكمل ال application اللي سابقا مقدمين عليها وما كملنا وهذا الشي كل شحلو انه اذا ما عندك وقت شوي شوي تكمل المعلومات لحد ما تكملها وهذا اللي انا اتسويته سابقا مخلي المعلومات مالاتي كلتا apply for benefit يعني انه تقدم بالجديد وهنا اذا نضغط عليه رح تدخلني على معلومات نفس المعلومات مال ال application اللي شوفت لكم ويا المعلومات الملف يعني اسمك الاول يعني هواه هواه معلومات فاذا حد يعني يقدر يساعدكم يخلي المعلومات همينه ماكو مشكلة اه هنا انا طبعا انه continue view or continue application بما انه انا سابقا مقدم فنضغط عليها please wait we are processing your request طبعا هنا انا ادي application انا امقدم عليها وامكملة هنا انا قلي start new application submitted هنا submitted يعني ال application اللي انا سابقا امقدم عليها اه هنا انا view application هنا انا upload document هنا انا هذا كلش مهم يعني راح يطلبون من عندك اوراق مال green card ويطلبون من عندك certificate مال اولادك يعني شهالة الميلاد فاذا تحبون نسوي حلقة خاصة يعني اقعد بالكمبيوتر وهي شي اشرح لكم شون انقدم online كتبولي comment اذا الناس تستفاد من عندك او اذا الناس يعني اكتفت بهذا الشرح مينه ماكو مشكلة فننطي view and application هنانه راح يوديني على المعلومات مالتي هنانه هاي كلية طبعا هنانه على ملف pdf هنانه كل المعلومات مسجلة يومهم فالافضل تسوي لها print او بعد ما تكمل ال application تتصد عليهم مباشرة وتحت شويهم وتقولهم انه انا قدمت على المساعدات وهذا ال confirmation number وشوف شنو اللي يحتاجون منك بعد فاللي هنانه وصلنا الى نهاية الفيديو اكيد لا تنسون اللايك والاشتراك و comment واشوفكم في فيديو ثاني تحياتي لكم باعدامات موسيقى